دكتور بولوس ماذا عن الخوف يعني الكتاب يتكلم بعدة تعبيرات عن الخوف أو خلينا أسمي روح الخوف لما بيضغط علينا في هذا النوع أو في هذا الروح روح الخوف ده أسلوب آخر من أساليب إبليس علشان يدمر الشخص ويخليه تراجع عن حياته الأمينة مع الله من خلال أنه بيضغط على الشخص ديام ضغط من الخارج من خلال ظروف أو أحداث بمعنى أنه تجارب مادية واحد يعبر في تجارب مادية ويجي حد يقوله أنا مساعدة أساعدك بس ما تعيش بالطريقة دي ما تتكلمش عن المسيح فتلاقي الشخص في ضغط فيخاف أنه يخسر الحاجة الثانية أنه يجي يضغط عليه مرات من الآخرين من خلال أنه لو أنت عيشت مع المسيح في تهديد معين في رفض ليك مش هتقدر تكمل هتواجه بقانون عقوبات شديد جدا مش هتقدر تحتمل ارجع عن الحياة مع المسيح فيحط خوف في داخل الإنسان زي مثلا لما حصل مع الأعمى الذي شفاه المسيح في إنجيل يوحن أصحاح التسعة وجاء الفرسيين وبيستجوبوا أبوه وأمه وبيقول لهم هل فعلا أنه الشخص ده كان أعمى وهل المسيح شفاه فعلا فرحوا هم خافوا فقالوا آه ابننا كان أعمى أيوة إحنا نقول أنه كان أعمى لكن إيه اللي حصل وإزاي شوفي هم كامل السن رحوا شوفوه رحوا سألوه ليه لأنه قرر اليهود في الوقت ده أن هم يطردوا اللي يقول أن المسيح هو اللي شفاه يطردوه من المجمع يطرد خارج المجتمع والمسيح يجي يقول طوبة للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات ويجي المسيح يقول طوبة لكم إذا عيروكم الكلام ده في إنجيل ما تصح خمسة من عدد عشر الاثناشر طوبة لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فممكن يجي تهديد من السلطة من الأسرة ضد الشخص بالتعذيب أو بالإضطهاد زي ما حكيت عن إنجلي وحن أصح تسعة فإبليس من خلال الخوف بيقدر أن يحرز إنجاز أن يخلي الناس تبعد عن الله أنا مش عارف عزيزي المشاهد هل أنت واحد من الناس اللي بتتعرض للإضطهاد وللتهديد بسبب تبعيتك الأمينة للمسيح عايز أقول لك يا بختك طوبة لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كذبين مش بسبب أخطاء أنت عملتها لكن بسبب تعبعيتك للمسيح لك ملكوت السماوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر